ما يخص خطب رئيس الجمهورية في الحقيقة ما خلحته شيء ما تكلمش عليه خاصة في الزيادة في الأوجور حتى الناس اللي جوزوا الجيش تحهم في العشرية اللي راح يتسوي الوضعية تحهم تكلم يعني على الاقتصاد على الأموال المهربة يعني كيفية استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة يعني تكلم على كل شيء كما يقولوا يعني كان صريح مع الشعب التاعه ويعني هكذا هو الشعب الجزائري يعرف وش كين السياسة تاع بلاده يعرف وش كين مشاريع من القدام يعني احنا يعني كما يقولوا الخطب هذا كان قريب لنا وكنس اللي هو فيه وكان في القمة وكان في المستوى وشعب الجزائري وش رئيس يحوص يحوص الأمن للبلاد ويحوص يعني كما يقولوا المعيشة يعني كفاش خاصة في الأوجور يعني كفاش ترتفع الأوجور يعني باش تعيش باش يقدر يتأقلم مع الوقت هذا هو الأشياء اللي يعني يعني الشباب يعني وشعب الجزائري كان يستنافع طازج حلة جديدة وذوق أروع زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر